موسيقى مشاهدي التلفزيون العربي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المغاربي وحييكم أنا على دين زعطور من العاصمة التونسية تونس ومن تونس نبدأ نقاشنا هذا الأسبوع بالحديث عن أوضاع العمال بشكل عام بعد وصول اتحاد العام التونسي للشغل لاتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور نتحدث أيضا عن أوضاع العمال في المغرب وخاصة أوضاع العمال في المؤسسات الأجنبية هل تحترم حقوقهم أم هناك استغلال لهذه الطبقة من العمال نتحدث أيضا عن الجزائر وعن المبادرة الحكومية لدعم المؤسسات الصغرى للشباب لإنقاذهم كما تقول الحكومة من الفقر والبطالة أهلا وسهلا بكم موسيقى أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء في تونس توصلت كبرى النقابات العمالية لاتحاد العام التونسي للشغل إلى اتفاق مع الحكومة التونسية يقضي بزيادة عامة في أجور القطاع العام تأتي هذه الزيادة بعد أسابيع من الإضربات شنها العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية نشاهد هذا التقرير ونبدأ النقاش قبل يوم فقط من العيد العالمي للعمال وبعد مفاوضات طويلة مع الحكومة أمضى اتحاد الشغل أكبر النقابات العمالية في تونس اتفاقا مع الحكومة يقضي بزيادة في أجور موظفي القطاع العام اتفاق خفض من حدة غضب العمال في عيدهم العالمي على عكس السنوات الماضية وأوجد حالة توافق بين الحكومة والاتحاد الذي عبر أمينه العام عن استعداد النقابة العمالية لمساعدة الحكومة للخروج من المأزق الاجتماعي والاقتصادي لقد عبرنا دائما عن استعدادنا التام للتضحية ولتقاسم الأعباء لكننا كنا دائما نؤكد بأن لا يحمل الأجراء وضعاف الحالي وحدهم هذا الواجب وأن على الجميع المشاركة في تحمل جملة هذه الصعوبات وبينما بدد هذا الاتفاق الخلافات بين الحكومة واتحاد الشغل حول المفاوضات الاجتماعية ظهرت خلافات جديدة مع منظمة الأعراف ثاني أكبر النقابات في تونس حول تصريحات حسين العباس الأخيرة التي قال فيها أن عددا من رجال الأعمال يتهربون من دفع الذرأب ويسعون لخصخصة مؤسسات الدولة منظمة الأعراف اعتبرتها اتهامات مسيئة لقياديها وهما قد يعطي صورة سلبية للمستثمرين الأجانب ويقوذ الجهود الرسمية لتحسين الوضع الاقتصادي خروج من الأزمة هذه الاقتصادية يقتضي أولويات أولا أن يستثب الأمن وثانيا أن نحقق الاستقرار وثالثا أن تأتي إلى تونس الاستثمارات الخارجية عمال تونس يحتفلون بعيد العمال في ذل تواصل تراجع المؤشرات الاقتصادية والمالية وتزايد الإضرابات المطلبية وهو ما يدعو بحسب خبراء إلى التفكي بجدية في إرساء هدة اجتماعية مؤقتة إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء في هذا الجزء ضيفي هو سيد حسان اليحمدي القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل أهلا وسلام بك سيد حسان نبدأ بالآخر حدث وهو توقيع الاتفاقية بين الحكومة واتحاد الشغل التي تقضي بزيادة في الأجوة هل هو انتصار للعمال بعد سلسلة من المفاوضات والإضافات؟ شكرا على الاستثافة أولا في البداية أود من خلال فذة التلفزيون العربي أن أحيي كل الشغالين بالفكر والساعد في تونس والمغرب العربي والوطن العربي وكل عمال عموما في العالم بعيدهم عيد العمال وعيد الشغالين الذي يأتي تخليدا لذكرى انتصار عاملات وعمال شيكاكو في مثل هذا اليوم من سنة 86 وثماني مائة وألف لكرمتهم وفي مثل هذا اليوم خطوا طريقا جديدا للحرية وفاقنا رحبة للانتصار لكرامة العمال ونحن نلتقي مع كل العمال من أجل الاحتفال بهذا العيد انتصارا لكرامة وجنيا للحقوق في علاقة بزيادة الأجوة طبعا المفاوذات بين الحكومة والاتحاد عم تنسي للشغل لم تكن سياحة تفاوذية وأنما كانت مصارا مؤلما وجد فيه الاتحاد عم تنسي للشغل نفسه في وضع لا يحسد عليه بين فكي كماشة صوت ينادي بمراعات حالة النزيف التي يعيشها المواطن وطبقات الهشة والضعيفة في مستوى التراجع الجنوني لمقدرتهم الشرائية من جهة نتيجة هذا التفاوت المفضوح بين تزايد الأسعار وبين هذا أن نسق البتيء السلح فاتي لزيادة في الأجور فالاتحاد لم يجد نفسه في جولة من المفاوذات المريحة طيب ولكن سيحسان يعني 50 دينار في النهاية الزيادة بدون احتزاب الضائب بعد كل هذه المفاوذات وبعد سلسلة من الإضاءبات والضغط لم يجني العمال إلا 25 دولار حتى يفهم المشاهد تقريبا زيادة هل تكفي؟ نعم نحن من موقع مسؤوليتنا الوطنية أمام هذا الظرف الاقتصادي الدقيق والحرج الذي يعرفه القبراء وكل المطلعين على شأن الداخل للاقتصاد التونسي كان لابد لنا مرة أخرى للاتحاد أن يضرب موعدا مع التاريخ وأن يطل من نافذة المصحة الوطنية على حساب بين قوسين المسلحة الاجتماعية للصرفة وهذا استوجب مننا أن نعود إلى مؤسسات القرار داخل الاتحاد العام تونسي بن الشغل وأن نتناقش طويلا بيننا حتى نخرج بموقف أقول مؤلم أن نقبل بهذه الزيادة المحدودة والضعيفة التي لا ترتقي نوعيا بالمقدر الشرائية للمواطن والشغالين وأن ننصرف إلى الدخول في فوضات جديدة كما جاء في البلاغ المشترك الصادر بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل في إطار مرة أخرى التعبير على أننا لا يمكن إلا أن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية حدثت عن الحس الوطني للمنظمة الشغيلة ونقابة الاتحاد العام التونسي للشغل قبل هذا الاتفاق شن الاتحاد سلسلة من الإضرابات في قطاعات عديدة هناك من نتهمكم وأكيد أنتم تتابعون بأن هذه الإضرابات مست من مصلحة الاقتصاد الوطني التونسي كما كنت تتحدث أليس صحيح هذا ليس في جانب من الصحة أن الإضرابات تمس في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها تونس خاصة الوضع الاقتصادي الصعيب تمس من الاقتصاد التونسي نعم هذا الكلام في ظاهره يبدو متماسكا وعلى درجة كبيرة من الصواب والموضعية والإقناع ولكن في رأيي أن الخبراء والمحللين لا يبدأون من المآلات والنهايات وإنما ينظرون في البدايات والمصارات الأكيد أن العارفين بالشأن النقابي والشأن الاجتماعي يعرفون أن أغلب القطاعات قد أمضت اتفاقيات بعيد الثورة وهذه الاتفاقيات بقيت حبر على ورق ولم تتحول إلى أوامر حتى ترى النور ويقع تنفيذها وتدخل في جيوب الحكومات المتعاقبة بعد الثورة عاجزة عن التنفيذ هذا هو الوضع ليس فقط الأمر يعود إلى العاجز عن التنفيذ نعم هناك أولا مبدأ اتصال الدولة واستمرار الإدارة والحكومات المتواترة تعهدت بتنفيذ الاتفاقيات شهادة ذلكات تشكيل لجنة سبعة زايد سبعة بين الحكومة والاتحاد سبعة أعظام أكتب تنفيذي وسبعة من الحكومة للمفاوضات وهناك هذه اللجنة قائمة على التزام صريح وواضح من قبل الحكومة أنها في إطار مبدأ استمرارية الدولة واتصال الإدارة ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات دفاعا حتى على مصدقية الحكومة إلا الاتحاد دخل هذه اللجنة بنوايا حسنة وبعزم على أن نخرج إلى شاطئ الأمان جنبا إلى جنب ويدا بيد مع الحكومة إلى أن هناك شيء من التسويف والمماطلة وتذيع الوقت والاتحاد العامة تنزل الشغل فهذا ما يجب أن يعرفه الرأي العام في مستوى قياداته كان يلعب دور تأثير القطاعات والقواعد النقبية والعملية لأننا يجب أن نذهب في سياسة إيجابية وبناء مع الحكومة في نفس هذا الإطار بعد هذا الاتفاق الجزئي الذي يقضي بالزيادة في الأجوة هل الحديث عن الهدنة الاجتماعية الآن ممكن أصبح بالنسبة لكم في الاتحاد؟ الذي يعود دائما إلى بيانات الهيئة الإدارية وهي ألعى سلطة قرار في الاتحاد العامة تنصر الشغل ويعود كذلك إلى الندوات الصحفية أو لقاءة تلفزية مع الأخلام العام أو أعذاء المكتب التنفيذي أو كل المسؤولين النقبية يرى أن اللازمة المتكررة في الخطاب النقابي هي البحث عن مسوغات هدنة اجتماعية ولكن عن أي هدنة اجتماعية نتحدث وأي حديث عن الهدنة الاجتماعية الهدنة الاجتماعية لا يجب أن تكون مغشوشة ويجب أن تكون لها الشروط الهدنة هي تتم بين جملة من الأطراف أولى هذه الأطراف هي الحكومة والاتحاد عام تنصر الشغل نحن قلنا نعم لهدنة الاجتماعية وهدنة يمكن تقوم بإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتضرب بؤرة توتر ومناخات عدم الاستقرار في البلاد ولكن أول شرط أن لا تكون الهدنة الاجتماعية وحل الأزمة الاقتصادية في البلاد على حساب الأجراء والطبقات الضعيفة والهشة ويكون ذلك أولا باستخلاص إذن الأداءات والحجم من التهرب الجبائي والضريبي وضرب كل أشكال التهريب والاقتصاد الموازي الذي يؤدي إلى الإفلات من الأداءات وينقص من تعبئة موارد الدولة نقطة مهمة سنتحدث عنها ولكن أنا تحدثت عن شروط للهدنة في الجانب المقابل اتحاد الأعاف اتحاد العام التونسي للصناعة والاتجاه الذي يقابلكم في المفاوضات الاجتماعية رئيسة يوم أمس سوداد بو شماوي طالبت الاتحاد برفع الانتاجية أيضا العمال مطالبون بالانتاج قبل أن يطالبوا بتحسين أوضح كيف تنظرون إلى هذه المسألة نحن نود حتى نسير مع أن لا تتعلق أهمتنا بشعارات بقدر ما تتعلق بالقيام والإنجازات حتى في مستوى الترتيب الزمني في المداخلات أظن أن الأخ الأمن العام حسين العباسي في كلمته وهي مسجلة عندكم وربما ستقدمها طالب فيما طالب أن أزمة البلاد تتطلب فيما تطلب تركيز ثقافة العمل والرفع من سقف الانتاجية وأقسام التكوين والدراسات في الاتحاد العام التونسي للشغل تقوم بالتكوين منهجي ومتسلسل للكادر النقابي على المستوى وطني وجهه ومحلي من أجل تأثير العمال للرفع من ثقافة العمل والمردودية الانتاجية هذا كلام معذر سيحسان الواقع الإحصائيات الكلام المتعارف عليه في تونس أن هناك أزمة في انتاجية العمال هناك أزمة في المردودية كاتحاد شغل كنقابة تؤثر كما كنت تقول أين ما هو دوركم بالضبط؟ ماذا أنتم فاعلون لتحسين الانتاجية في النهاية تونس حتى تتقدم وهذا تتفقون فيه الكلام لازم هناك انتاجية تتحسن طبعا أنا بقدر ما أشاطر كافي هذا الكلام وأشاطر كل الذي يتبنى هذه الأطروحة ويروج لها ولكننا لا نريد أن نقف على شاطئ الموضوع طبعا مسألة العمل والانتاجية ترتبط بثقافة عمل بالشخصية القاعدية للمجتمع التونسي وأقول للمجتمع العربي ولمجتمعات موراء البحار فهذه أزمة ثقافة وليست أزمة الاتحاد العام تونسي للشهر ووعيا منه هذا الوعي الموضوعي من الاتحاد العام تونسي للشهر وأنه خبر نقبية الناشطة داخل هيكل التسير وموسطة الفعل النقابي إذن وعي بأنه هناك قدر متلازم أن تحقيق الرفاه الاجتماعي والرفع من إذن أجور الموظفين والأجراء متلازم تلازم عذوي بالرفع من سقف الانتاجية وهناك تركيز وعمل عبر الخبراء ونقدم مؤشرات للنقابيين ولكن دعني أقول لك كذلك مرة أخرى أن الإعلام لا يبحث عن هذا الدور الحقيقي داخل المؤسسات وحتى يؤسس حقيقة إلى حوار اجتماعي بناء بقدر يبحث عن الإثارة الإعلامية المسألة ليست إثارة إعلامية المسألة أن هناك معظلة هناك نقص في الإنتاجية واضح هناك سلسلة من الإضرابات أنا أتحدث عن معطيات أنا لست صاحب موقف في المسألة ولكن هذه معطيات وهناك اتهامات توجه لكم كنقابات أنا أسأل عن دوركم كنقابات في التأطير وأنت كنت شطرني في هذا أن هناك مسؤولية للتأطير عليكم أولا يجب أن يكون واضح وجليا بيننا كما قلت أن المسألة أولا مربوطة كما قلت بثقافة عمل يجب أن نشتغل عليها معا ونحن لنا سياقات موضوعية ومناخات يعني اقتصادية جديدة إذا وضعنا خريطة طريق وطنية بعيدة عن التهافت وبعيدا عن رمية التهم يمكن بعد خمس سنوات أن نحصل هذه الثمارة بيننا أولا ثانيا ثانيا لا يجب كما قلت أن ننظر إلى هذه الإضرابات اليوم أنا أدعو بكل لوتف كذلك الإعلام في إطار دوره التنموي الشامل أن يرى أن هذه الاتفاقيات التي عيل صبر النقبيين فيها هي مؤجلة التنفيذ منذ أكثر من أربع سنوات وكل حكومة تأتي تقول سننفذ آخرها التزام رئيس الحكومة مهدي جمعة يوم 8 ديسمبر قبل مغادرته بتنفيذ كل الاتفاقيات التي أمضى عليها وخرج دون أن ينفذ اتفاقاتها أنا أقول لك ولا أذيع سر أن المؤسسات القيادية داخل الاتحاد العام تونسي للشغل في إطار هذا التنصل غير المسبوق من مسؤوليات الأطراف أصبح هو يقوم بكل الأدوار وهناك اليوم عودة من داخل الاتحاد من قبل القواعد وانقبل هيك الوسطة إلى اتهام القيادة بشيء من البيروقراتية المشتة وأنها أصبحت تلعب دورا غريب عن دورها في هذا الاتحاد نفهم التوتر الأخير بين قيادة الاتحاد وقيادة الاتحاد العام في تونس أنا لا أقول التوتر وإنما هناك حتى تلسن في التصريحات بين المعقفين يعني أسرعكم إلى الفتوى أسرعكم إلى النار أنا عدت ماليا وبشكل مجهري وبحكم اختصاصي في مجال الإعلام والاتصال حتى أقرأ بهذا الشكل المجهري إذن الدقيقة تصريحات لم أجد في هذه التصريحات إذن ما يرفع منشطة غضب منظمة والتهمة في أواسعة من أصحاب المؤسسات بالتهرب الضريبي طيب هذه المعضلة ودعنا نتجاوز هذه النقطة يعني معضلة التهرب الضريبي من دفع الجباية إلى آخر هل لديكم خطة لتجاوزها الأرقام مفزعة نعم نعم يعني نحن دعنا نقول أنه في مستوى جولات الحوار الصامتة والهادئة والمسؤونة بيننا وبين الحكومة دائما نضع اليد في اليد على أن الخلاص لا يكون إلا بمقاومة التهرب الجبائي الذي وصل إلى مؤشرات ونسبة مئوية مفجعة وهذه أزمة الاقتصاد أن نرمي هذه الأزمة على عاتق إذن الاتحاد لن يكون الحل إذن لابد أن نبحث عن الوصفة الحقيقية والموضوعية للحل بين كل أطراف في إطار هذه الشراكة المسؤولة بين الحكومة ومنظمة العرف والاتحاد العام التونسي للشغل ثانيا يعني الأخ الأمين العام لما يهاجم كما صوره البعض أصحاب رأس المال بالعكس نحن نتحدث عن أننا مع الرأس المال الوطني وأننا لا نبحث عن اقتصاد شعبوي ولقيت بل أننا النجاعة المؤسسة وربح أصحابها هو الكافي كذلك بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي للأجراء والموظفين ولكن دعني أقول أن الأمين العام قال أن هناك بعض وكلمة بعض هذه يجب أن نمر بعض أصحاب رؤوس أموال يتأخذون من تونس مسكنا ويستثمرون أموالهم خارج تونس هذا كلام يجب أن نقول له بشي من المسئولية والأريحية وأتصوره أن الواجب الوطني يملي علينا وهذا الكلام حتى تتأكد صحته عاده رئيس الجمهورية البارحة عندما قال هذا الكلام والتفت إلى الأمين العام قائلا بأن الاستثمار الأجنبي لن يأتي إلى تونس إلا بعد أن يحرك أصحاب المال في تونس أموالهم ويستثمرون إذن هناك تطابق تام بين كلام رئيس الجمهورية وبين كلام الأخ الأمين العام في دعوة رأس المال إلى أن يكون شجعا وأن يتحمل دورة الوطني لا توجد ظروف موضوعية متوفرة لفتح نقاش حقيقي وصريح خاصة بينكم كمنظمة نقبية واتحاد الأعراف من جهة أخرى طبعا نحن في تقديرنا هذا هو المصار الوحيد والأوحد وكما نجحنا نحن ونجح كل الفرقاء عبر ألية الحوار الوطني في تخطي أهم العقبات التي يمكن كانت أن تسقط بنا في انحدارات من مناخات عدم الاستقرار والتوتر الأمني والنزيف الاجتماعي أن هذه الأليات التي بيّنت نفعها وجدوها من أوكد إذن اللحظات اليوم أن نلتقي كلنا وأن نغلب صوت العقل وأن نتبين أننا شركاء وأننا لا يمكن وقدرنا أن نسير معا ولكن أن يقبل كل واحد دور الآخر أنت تنظر من زاوية بحتة هي الزاوية الربحية والنجاع الاقتصادية أنا أنظر من نووحية المردودية الاجتماعية والرفع الاجتماعي يجب أن تتكامل هذه الأدوار ليس هناك دور يقصي دور إذا كان هذا الفهم وهذه الأرياحية موجودة في مستوى ثقافة الحوار بيننا فإن الاختلاف هنا يكون ولادا وبناء يحقق المصر العامة وعبر المصر العامة يحقق كل أطراف مصرحة حتى نختم هل الحديث عن إمكانية اندلاع الثورة ثانية في تونس أسبابها انفجار اجتماعي بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية هناك مؤشرات موضوعية لذلك أنا أقول هناك بعض التوترات الموجودة إذا كان في مستوى أولا القطاعات الاجتماعية التي تعود بالنظر إلى الاتحاد العامة تنسى لشهر فأن الاتحاد يلعب إذن ها هنا دورا ويقوم بمهام استثنائية وخارقة من أجل تأثير هذه القطاعات حتى تفهم الدور الوطني الحساس وكم كنت أتمنى أن تكون أشغال الهيئة الإدارية الوطنية في بعض فصولها متلفزة وعلى الإعلان حتى يرى البعض أن حسين العباسي الذي يتكلم في الناد الصحفية عندما يترأس وهيئة إدارية هو أعضاء المكتب التنفيذي يقومون بدور إذن التأثير والتبيان الجانب الوطني في مستوى المفاوضات حتى نسير معنا في ركب الاستقرار شكرا جزيلا لك سيد حسان يحمدي القيادة في الاتحاد العام التونسي للشغل مشاهدين الأعزاء فاصل قصير ونواصل هذه الحلقة من برنامج المغاربي أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج المغاربي في الجزائر أوقفت الحكومة برنامج التوظيف في القطاع العام لكنها دفعت بتسهيلات لدعم المؤسسات الصغر ولدعم الشباب لإنشاء مؤسساتهم الصغر الخاصة لكن لهذا البرنامج أيضا معوقات عديدة نشاهد هذا التقرير ونبدأ النقاش أثارت سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة الجزائرية إثر تهاوي الأسعار موجة غضب واستهجان لدى شريحة كبيرة من فئة الشباب خاصة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات ومراكز التكوين بعد قرار تجميد التوظيف في القطاع الحكومي مؤخرا قرار الوزير الأول كان صادم للشباب خريجي الجامعات أو سواء خريجي مراكز التكوين لما يقول لك ما كانت توظيف طيلة 2015 معنا هناك إمداد لعمر الباطلة بدائل عن التعينات في القطاع العام وضعتها الحكومة الجزائرية بزيادة المبادرات الحكومية الخاصة بتشغيل الشباب وكالة دعم تشغيل الشباب المعروفة باسم أنساج أهم هذه المؤسسات التي تمنح قروضا للشباب وتسهيلات لتشجيعهم على إنشاء مؤسسات مصغرة تساهم في خلق مناصب شغل وإنعاش الاقتصاد في نهاية 2014 مولنا 333 ألف مؤسسة مصغرة هذه 333 ألف مؤسسة مصغرة تخص حوالي 780 نشاط في الفلاح الاقتصاد فلاح الصناعة صيانة صيد البحري الخدمة الاستثمار في قطاع الخدمات دون القطاعات الإنتاجية وقلة الخبرة لدى الشباب في التسيير وهدر المال العام كلها انتقادات وجهت لسياسة الوكالة لدعم تشغيل الشباب ما كلفها خسائر كبيرة الضحف الأول هو ما هي الدراسات أو المعطايات التي تخلي الشباب يتبنى مشروع معين تحاول الحكومة تطوير وإصلاح برامج تشغيل في جزائر وإشراك البنوك بشكل فعلي في برامج تشغيل الشباب ورفع المعوقات البيروقراطية التي يعاني منها الشباب المقاول أرحب بضيفي من الجزائر كل من حاتم فايزي وأنت صاحب مشروع لصناعة الفخار أهلا وسهلا بك حاتم وفيصل الصحراوي وأنت صاحب مشروع فلاحي فيصل وحاتم قدمتم من مدينة واتصوف جنوب الجزائر سيبدأ معك حاتم قبل أن يكون لك مشروع لصناعة الفخار أنا كنت تنشط ما هي بداية القصة؟ طبعا كانت لدي ورشة مصغرة عبارة عن ورشة لصناعة الفخار ولكن بصفة تقليدية تقليدية بحتة يعني كنت أعمل لوحدي ويوجد لدي عامل ثم تمتعت بهذا البنامج الحكومي نعم طيب ماذا عنك فيصل؟ أنا كذلك قبل هذا كنت أمارس في مؤسسات أخرى في لحية تعمل كموظفة وعامل في لحية طيب فيصل أنت تمتعت بدعم حكومي في مشروع في لحية ما هو المساوى الذي اتبعته حتى تمتعت بهذا الدعم؟ طبعا قبل هذا هناك نقاط تابعة أولا تقديم طلب للوكالة ثم هناك مدة تنتظر وبعد هذا كين مراحل أخرى تمر مشروعك بالضبط مشروع فلاحي ماذا يعني؟ مشروع يعني بيوت بلاستيكية بيوت بلاستيكية ومع هذا طلبت سيارة نفعية مطلبك كم استغرق من الوقت لدراست والموافقة عليه؟ حوالي ستة أشهر ستة أشهر حاتم نفس القصة تقدمت بمطلب ثم تمت الموافقة عليه نفس القصة نعم تمت الموافقة عليه كيف جاءتك الفكرة للتقدم بطلب دعم حكومي من الوكالة؟ طبعا الورشة تحتاج إلى دعم مادي والإنسان يطلح أنها يتطور بالحرفة نعم يطلع درجة تصعديا بالحرفة نعم فكرت في الوكالة التي قالوا أنها عندها دعم ودعمنا ماديا ودعمنا حتى بالماتير بروميار مواد الأولية بالمواد الأولية نعم تقدمت للوكالة وقدمنا ملف للوكالة المسألة سهلة الحكومة تروج أن المسألة ليست فيها تعقيدات كثيرة هذا صحيح؟ لا ليست تعقيدات كبيرة ولكن بمجرد أنك تدفع الشهادة أو الحرفة نتاعك تتحصل على المشروع نتاعك منذ متى؟ قرابة العام منذ حوالي 12 شهر طيب الحكومة ماذا تقدم لكم بالضبط؟ الحكومة تقدم لك أنت ماذا تحتاج؟ أولا أنت ماذا تحتاج؟ الإنسان يحتاج إلى مكينات أو مطريال معدات معدات وتجهيزات التي تسهل عليك العملية عملية الصناعة وعملية الإنتاج المعدات هذه متطورة الإنسان قبل كان عنده معدات بسيطة تقول أن تشتغل بمسائل تقليدية نعم كنت تقدم للدولة تعطيك معدات جديدة ومعدات متطوية طيب يعني فيصل هل هناك جهة ساعدتك على إعداد ملفك؟ هل هناك جهة قامت بتأطيرك لإعداد الملف؟ أم أنه بمبادرة خاصة منك تقدمت بملف وتمت الموافقة عنك؟ بمبادرة مني تقدمت الملف مع تقديم الشهادة أصلا متخرج من محهد الفلاح كما سرع سيد الوزير كما شوفنا في الروبرتاج أنا عندهم أولوية ذوي الشهادات تقدمت الوكالة بالملف وطبعا هناك مراحل من ضمنها تقدم فتورة شكلية للمعدات تقريبية يعني كم ستكون كلفتها؟ هل الوكالة تقدم لكم مبلغ مالي؟ أم تقدم لك سك لتشتري به من الشركات مباشرة؟ أولا أنت كمقدم الطلب تقدم فتورة شكلية ثم تدرس في الوكالة ومرحلة الثانية يكون موافقة الموافقة البنكية التي تتحصل على السك ثم ترسله المؤسسة ترسله إلى الممون وهو بدوره يعطيك التجهيزات التي تحتاجها في عملية العمل لانتاعك طيب هل حسب رأيكم فعلا هذا البرنامج الحكومي ساهم في الحد من نسبة البطالة في الجزائر؟ أم أنه فقط هناك من يقول أن هناك معوقات كثيرة وهذا البرنامج ليس سواء غطاء للبطالة المقنعة إلى آخر هناك مشاكل كثيرة يعني لم تحل المشكلة؟ طبعا نقول ربما يكونوا يقلل المشاكل ليس حد منها نهائي لم يحدهاش المشاكل مشاكل الشباب يعني من ضمنها البطالة لكن نقولوا يقلل يقلل نسبة البطالة على الأقل 50% لأن عندما تكون أنت عندك مؤسسة مصغرة بطبيعة الحال تحتاج إلى عمال العمال هم بدورهم يخدموا عندنا نرمال الدولة موفرة عندك الحقد في عاملين وطريقة الدفع تساهم الدولة في دفعهم بالنسبة 100% إذا احتاجت أكثر من شخصين ثلاثة أو أربعة أشخاص تساهم أنت بالتأميلات وثم الدولة تعطيهم الحديث عن المعوقات ما هي المشاكل التي تواجهك مثلا أنت طبعا مشكلة واحدة ووحيدة مشكلة التسويق والترويج الإعلامي التسويق يقدر الإنسان عنده ورشة عنده سيارة نافعية يقدر هو بمساهمته يرسل الأسواق يتنقل بين البحر يروج لبضاعته على قدر مستطاعه أما إذا كان يحتاج مثلا في معارض أو صالونات دولية مثلا أنا شاركت في صالونات ومعارض دولية وجهوية ليحتاج إلى الترويج الإعلامي ترويج الإعلامي لأن ترويج الإعلامي عنده نسبة كبيرة من الأشخاص عندما يكون كائن ترويج الإعلامي الأشخاص يجوا وشوفوا المعارض يشوفوا شكاين تكون نسبة الإقبال أكثر يعني عندك إشكال في الترويج أساسا والتسويق لبضاعتك وليحيفتك نعم هذا هو ماذا عنك؟ أنا أيضا أكبر مشكلة عنه منه ومشكلة التسويق أنتم في مدينة جنوب الجزائر وفي واتصوف عملية تسويق تكون محليا فيما يتمثل هذا الإشكال نتمنى أن الدولة تحاول تقضي على المشكلة ولكن يا أخي الدولة تقول لك أنا أساعدك أضعك على السكة الصحيحة البقية دورك أنت ليس كذلك ولا هناك إشكالات حقيقية توجهها في مسألة التسويق مشكلة نعم فعلا مثل ما؟ مشكلة التسويق ما هي يعني هل لا توجد معارض كما كان يتحدث يعني حاتم فماش معارض بالنسبة لكم مثلا لا توجد آليات لدعم التصدير تتحدث عن مشروع في لح لا تفكر في التصدير نفكر في تصدير الخارج نريد أن نصدر الخارج أين يكمن الإشكال؟ بالنسبة للمشروع الفلاحي بالنسبة للمشروع الفلاحي هناك بعض المنتوجات التي تروج لها الدولة التي تصدر إلى الخارج أو تصدر إلى أماكن جهوية أو وطنية ولكن بعض المنتوجات مثل البيوت الباستيكية عندما ينتج الطماطم والفلفل وكذا تبقى محليا لأن الدولة تهتم تقريبا تهتم بالقمح بالشاعير بالمنتوجات التي لها قيمة استهلاكية عند جميع دول العالم أما بالنسبة للطماطم والفلفل تبقى دائما بالترويج للقليل حاتم عفوا فيصل بعد أنت حصلت على هذا الدعم هل هناك عمل لقابي متابعة من هذه الوكالة التي منحتكم الدعم المالي هل تبعتكم في بقية راحل المشروع؟ طبعا هناك متابعة في بداية المشروع فيما تمثلت هذه المتابعة؟ داية المكان الاستصلاح الذي لا ندر فيه الميدان الفلاحة ومراقبات السلع التي هزيتها من المؤسسة هل احترمت ما قدمته بالضبط في ملفك؟ هذا هو لكن البنود لازم تمشي بها خطوات لا توجد مشاريع أو برامج تأطير لكم في عملكم بعد أن تنطلقوا في ممارسة عملكم فمش مشاريع يعني برامج تأطير ما فمش لا يوجد طيب هل هناك تواصل؟ كيف تتواصلون يعني بعد الحصول على هذا الدعم؟ هل تتواصلون مع الوكالة؟ يعني في النهاية أنتم أصحاب مؤسسات في بداية حياتكم المهنية أو في خطواتكم الأولى نعم وما سبقش ولا يوجد خبرة لدينا في تسيير مؤسسات طبعا الجهاز كان عنده دورة تكوينية قبل ما تستفيد من المشروع يوجد دورة تكوينية فيها مراحل المراحل اللي مر بها المستثمر أو المستفيد عن كيفية تسيير مؤسساتي وعن كيفية تسيير الأموال وعن كيفية ترويج من توجه ولكن بعد لا يوجد لماذا؟ لأن الدولة عندما تمول الشاب في عدة مجالات هناك مجال الفلاحة مجال الفخار مجال سيارات النفخية مجالات مختلفة مجالات مختلفة لا يوجد بطبيعة الحال لا يوجد في الإطار أو في المؤسسة رجالات يعني كما نقوله يتابعون هذه العملية لا يوجد هذا أحد الإشكالات ممكن اللقعني ومنها تقريبا طيب فيسل هناك من تمتع بمثل هذا الدعم ولم يؤسس مؤسسته الخاصة لم يباشر عمله هل هناك حالات بالفعل مثل هذه؟ كان يوجد هناك حالات ربما شعر شباب عدم الخبرة يستفيد من المشروع يستفيد من المشروع واحتمال يكون الخبرة تنقص الخبرة من ضمن الأشياء هذه تسبب له يفشل المشروع يعني المسألة أن المشروع يفشل مش أنه ياخذ الأموال ولا يطبق مشروع مسألة الخبرة طيب بما نتحدث عن الخبرة بعيدا عن الدعم الحكومي ودعم هذه الوكالات التي تدعمكم كشباب ألم تفكروا في بحث عن دورات تكوينية في كيفية إدارة المؤسسات كيفية القيام بالتسويق للمنتوج الآن هناك أكيد هناك حتى مؤسسات خاصة ربما تكون في الجزاء في هذا الإطار فعلا يوجد مؤسسات خاصة بالنسبة لأنا أو للزميل متمكنين توجد عندنا خبرة بهذا المشروع أو بهذه الاستفادة توجد عندنا خبرة يعني لا توجد مشاكل بالنسبة لديهم أما بالنسبة لأشخاص آخرين ممكن تغرهم المادة ممكن يستفيد من مشروع أو يستفيد من تجهيزات وهو لا يوجد لديه خبرة محظ ديبلوم أو محظ شهادة متحصل عليها من طرف التكوين أو من طرف أي إدارة أخرى ويكون غير ممارس للنشاط ويقدر نقوله موارس النشاط يعني هنا تحصل المشكل هنا يوجد مشاكل اللي تخليها يفكر أنها يبيع التجهيزات أو يفكر أنها يفشل المشروع حاتم هل لديك مشاكل في دفع ديونك لا حاليا لا لأن الحمد لله متمكن من العمل والعمل الماشي إن شاء الله ماذا عنك فيسل هل هناك مشاكل طيب ناشا الله يعني أنتم ممكن حالة ما عندهش أشكاليات ولكن هناك من هناك مشاكل يعانوا منها المشاكل من ضمنها التسوية أهم شي يبقى هو التسوية بالنسبة لكم وطيب أنتم كشباب يعني كيف تقيمون هذه المشاريع الحكومية هل هي خطوات إيجابية مطالب بمزيد دعمها أن تطالبون حكوماتكم أنه تدعم أكثر هذه الخطوات وهذه البرامج أم أنه لا تحل الإشكال بشكل تام كيف ما قلت هايسل طبعا أستاذ شي هذا نتمنى نطلبهم من الدولة أنه ما تشجع المشاريع هذه وتحاول كيف تدعمهم بأموال أخرى ولا تساعدهم في عملية تسويق ولا تشجيع لتخلي الشاب يزيد يشجع لشيها طبعا ممكن دراسة الدولة للشاب المستفيد أو للشاب اللي عنده رغبة ده يحصل على المشروع ناقصه 90% ناقصه 70% لأنه لازم تكون دراسة للشاب قبل ما يستفيد من المشروع تكون عندها دراسة على الشاب وتكون عندها هل عندها إقبالية أو لإنجاح هذا المشروع أو لا لأنه مش نقدر نقوله أي من كان يستطيع الحصول على المشروع أي من عنده شهادة يستطيع الحصول على المشروع نعرف عندنا كان وناس عندهم شهادات ولكن لا يعلمون عنها شيئا لم يدرسوا الدراسة جيدا لا تتأكد مكالة قبل إسناد الدعم يعني لا تتأكد من أنه صاحب الملف متمكن من مشروع طبعا أخي لا تستطيع تأكد مدام عندك شهادة لا تستطيع تأكد عندك شهادة وركن معناها ناجح لا تستطيع تأكد كيف ركن إلا في مرحلة التطبيقي ومرحلة التطبيقي لا تستطيع شكرا لكم حاتم فايزي صاحب مشروع لصناعة الفخار في جنوب الجزائر وفيصل الصحاوي إذن أنت صاحب مشروع فلاحي في الجزائر كلاكم تمتع بدعم حكومي لبدأ خطواتكم الأولى وتأسيس مؤسساتكم الخاصة مشاهدين الأعزاء فصل قصير ونوصل هذه الحلقة من برنامج المغارب أهلا بكم من جديد مشاهدين الأعزاء في المغرب تشهد العلاقة بين النقابات العمالية والحكومة توترا متصاعدا هذه الأيام آخر ما حصل هو مقاطعة عدة نقابات أو أكبر نقابات عمالية لتظاهرة يوم عيد العمال العالمي في هذا الجزء نناقش سباب توتر العلاقة بين النقابات العمالية والحكومة ونتحدث خاصة عن أوضاع العمال المغاربة في المؤسسات الأجنبية نشاهد التقرير ونبدأ النقاش مع حلول الفاتح من مايو من كل سنة يعود ملف العمالة المغربية بالشركات الأوروبية بالمغرب إلى الواجهة أعدادهم أوضاعهم المادية والقانونية وإمكانية إدماجهم في السياسات الإصلاحية كانت ولا تزال أحد أهم محاركات الحوار الاجتماعية خاصة مع الاحتقان الذي أبدته الاتحادات العمالية ضد بعض القرارات الحكومية ومقاطعتها غير المسبوقة لاحتفالات العيد العالمي للعمال قاطع الاتحاد المغربي للشغل احتفالات ومسيرات عيد العمال بفاتح ماي وذلك على الصعيد الوطني في كل المدني وفي كل القطاعات المهنية احتجاجا على السلوك الحكومي الرافض للحوار الاجتماعي الحقيقي والرافض للمفاوضات حول تحسين الأوضاع المادية والمهنية للطبقة العاملة المغربية الحكومة المغربية وبالرغم من تعثر الحوار الاجتماعي والتساع هوة الخلاف بينها والاتحادات العمالية الا انها ابدت ارتياحها حوال الاصلاحات التي بشرتها في مجال دعم حقوق الطبقة العاملة تحسين الحد الادنى للأجور والمعاشات وتوسيع مظلة التأمين الصحية وهي اصلاحات اقرت غير ما مر انها لم ولن تستثني العمال المغاربة بشركة الاجنبية القانون المغربي يشمل كل القطاعات الاقتصادية نحن لا نميز بين القطاعات التي يدبرها المغاربة او القطاعات التي يدبرها الاجنب فالقانون المغربي هو الذي يطبق على ارض الوطن فاذا كانت هناك يمكن يكون صحي يمكن يكون خاطئ لا ادري ولكن متى كانت هناك تجاوزات على المعنيين بالامر ان يتقدموا بشكايتهم ونحن سننظر المشكلة وكانت الحكومة المغربية قد اقرت في مايو من العام المنصر زيادة 10% في الحد الادنى للاجور بالقطاع الخاص خلال سنتين وتحديد قرابة 300 يورو كحد ادنى للاجور بالقطاع العام وهو اجراء لم يرقى الى تطلعات الاتحادات العمالية كما لم تستسغه منظمة رجال الاعمال بالمغرب بذريعة تأثيراته السلبية المرتقبة على تنافسية المقاولات وقدرتها على خلق فرص للعمل أناقش هذا الموضوع مشاهدين العزامة عظيفي من العاصمة المغربية ريباط سيد الحسن الحنصالي القيادي في الاتحاد العام للشغالين في المغرب سيد الحنصالي اهلا وسهلا بك سؤالي الاول عن أسباب توتر العلاقة بين النخابات العمالية والحكومة ما سبب شكرا على استطاف تكون لنا لهذا البرنامج والذي سمح لنا بالتعبير عن موقف الاتحاد العام للشغالين في هذه المناسبة لسيما وهي مناسبة احتفال طبقة الشغيلة بعيد العمال فإذا تكلمنا على الاحتفال وعيد عمال هذه مصطلحات يمكن أن نلخصوها كون أنها تكون مليئة بالإنجازات الإيجابية والمصارات فالعكس الذي حصل خلال هذه ثلاث سنوات لا سيما بعدما جاء الحكومة الحالية فآخر احتفال كان للطبقة الشغيلة كان في سنة 2010 بدء إعلان الحكومة السابقة بزيادة في الأزور للموظفين اللي كان مبلغ مبلغ جدهم اللي هو 600 درهم فمنذ ذلك الحين لا نعرف أي زيادة ولا أي التفاتة تجاه الطبقة الشغيلة لماذا سيد الحنصالي وعرفنا الزيادة في المواد الأساسية ضعف القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة هذه كلها أشياء لا شعبية ولا ديمقراطية طيب لماذا هذا التوتر سيد الحنصالي لو سمح لماذا هذا التوتر في العلاقة مع الحكومة يرسل للحكومة عدة مذكرات وإضافة لهذا عبر على استياءه وعلى السياسة اللي شعبية للحكومة عبر مسيرات وطنية وعبر إضرابات وطنية وقطاعية وللأسف الحكومة تشتغل لوحدها الحكومة تشتغل بنفراد الحكومة لا تلي أي اهتمام للحوار الاجتماعي فجمدت الحوار الاجتماعي منذ ثلاث سنوات هذا بعض يعني واحد العناء مع الحكومات السابقة وحتى وصلنا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي مع الأسف الحكومة الحالية ترى أن التواجد النقابي لا جدولة فعكس هذا طيب سيد الحنصالي حتى نفهم السؤال بشكل واضح سيد الحنصالي اسمح لي لو سمحت حتى أطرح عليك سؤال آخر يعني أدت للاتحاد العام الشغالين بشي قاطع سيد الحنصالي هل تستمع إليه لو سمحت الاحتفال فتحميلي عدة أسباب منها إضافة كل ما ذكرت المسيرات والإضرابات الوطنية والمذكرة التي أرسلت للحكومة هي عدم عدم تفعيل عدم تفعيل الاتفاق 26 أبريل 2011 عدم سيد الحنصالي لو سمحت هل تستمع إليه خليني نطرح عليك سؤال وقمها 87 يعني إعادة المناقشة في موضوع الفصل 288 من الخانون الجنائي هذه كلها مواضيع بالطبع إضافة إلى هذا طيب سيد الحنصالي سيد الحنصالي لو سمحت خليني تستمع إليه أم لا أستمع نعم سألتك قطلك حتى نفهم الصورة بشكل واضح في المغرب هناك نقابات عمالية كثيرة هل هناك وحدة في موقفكم كنقابات تجاه الموقف من الحكومة فعلا هو كين موقف موحد دعت له الاتحاد العام شغالين منذ سنوات لتحيد صف لتحيد المواقف كل ما هناك هناك أشياء تؤدي إلى تشتيت الوحدة النقابية الآن نحن نتواجد داخل واحد الكتلة هي الاتحاد العام الشغالين والفيدرالية الديموقراطية الشغل يعني ذكرنا في عدة مناسبات أننا مستعدين لكل تنصيق مع الاتحاد المغربي الشغل والكون فيدرالية الديموقراطية الشغل في كين هناك تبادل الأفكار والآراء في توحيد المواقف هي كلها المواقف مواقف موحدة إلى نحللها عبر ما الأهداف التي نريد أن نصولها سيد الحانصالي هناك سؤال يطرح نفسه لو سمحت هناك سؤال يطرح نفسه ما هدف الحكومة من تعكير الأجواء مع النقابات يعني لماذا تهدف الحكومة لماذا لا تتواصل معكم بالشكل الإيجابي كما كنت تقول ولا تستجيب لمطالبكم ما هدفها في النهاية الحكومة تجعل خلط ما بين ما هو الدفاع عن مطالب الطبقة الشغيلة والجانب السياسي الحكومة تتعامل كحزب رئيس الحكومة رئيس الحكومة يتعامل مع الشعب المغربي كأنه يتعامل مع حزب العدالة والتنمية نحن نطالب من رئيس الحكومة أن يتعامل مع كل مغاربة مع كل تيارات الشعب المغربي طيب كلامك هذا كلامك هذا ليس فيه جانب سياسي اسمح لي النقابات حسب علمي في المغرب أيضا تتبع أحزاب وهناك نقابات تتبع أحزاب مسألة مسيسة من الطرفين هو في الواقع أتكلم على الاتحاد العام الشغالين هي لنا كل استقلالية في تدبيع شأن عم ما هو سياسي سياسي ولكن نتدخل في مجال السياسة في الوقت المناسب ما شيف جميع المواضع الخلط الذي يحصل اليوم مع رئيس الحكومة هو يبدو أن يعلن للشعب المغربي أنه هو لوحده يحل محل كل تنظيمات النقابية طيب حتى ننتقل للموضوع الثاني وهو حقوق وأوضاع العمال المغاربة في المؤسسات الأجنبية كيف يمكن أن تصفه لنا وأنت كنقابي هو في الواقع يعني السياسة في كل بلد تشجع الاستثمار سواء كان وطني أو خاصة المغرب كان في واحد الوقت يقال على الأجهزة النقابية أنها تعاقل الاستثمار الأجنبي داخل المغرب هذا شيء مخطئ لأنه اللي كان حرص عليه كتنظيم نقابي هو أي مستثمر يأتي إلى المغرب هو احترام الدستور واحترام القوانين الدولية والقوانين المحلية يبدو أن قبل مجيء المستثمرين يتم هناك تشاور مع مختلف الجهات هل حقوق العمال اسمح لي سيد الحنصالي هل حقوق العمال في المؤسسات الأجنبية محفوظ في المغرب ماشي كلها أعطينا لمحة عن المسألة نجيد بعض المؤسسات لم تحترم حقوق العمال منها الحريات النقابية طيب ماذا عن حقوقهم في التأمين الصحي والاجتماعي إلى آخره هذا موضوع شائك في الحماية الاجتماعية في الحماية الاجتماعية ككل هناك ضعف ضعف كبير نلمسه من خلال السياسة التي تنهجها الحكومة المغربية كنا نطالب بتسيع شبكة المستفيدين من الحماية الاجتماعية فتأتي الحكومة اليوم وتهمش واحد المجموعة من الشغيلة الذين لم يصلوا لعدد كافي من استفادة من التقاعد وقالت هي الحكومة اليوم أنني حليت مشكل التقاعد لهؤلاء طيب شكرا شكرا جزيلا لك سيد الحنصالي المعذر على المقاطعة انتهى الوقت نأسف في ذيق الوقت شكرا لك كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط مشاهدين العزاء شكرا لكم بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المغاربي نلتقي الأسبوع القادم إلى اللقاء اشتركوا في القناة